السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معكم عبدالوهاب حفكوف حييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة شكر خاص لجمهور الجزائر الوفي وأعدكم بأن أكون مخلصا ووفيا للجزائر ولن أطلب منكم الاشتراك لا لا عيب أهل الجود والكرم لا يحتاجون التذكير فهذه قناتكم واصنعوا بها ما تشاءون في هذه الحلقة سأتحدث عن جملة قضايا أهمها قيمة الدور الجزائري في قيادة وتغيير شمال إفريقيا وإفريقيا بشكل عام وكذلك المنطقة العربية ودعوني أمر بسرعة على ورقة تغيير اللغة الفرنسية التي يمكن للجزائر أن تستعملها لتركيع ماكرون طبعا نحن نعرف أن الجزائر قامت بتأديبه في الجولة الأولى وفي رأيي أن ماكرون جاهز الآن لتقديم أكبر التنازلات في تاريخ فرنسا ما زالت هناك جولات قادمة وأنا واثق من أن الرئيس الجزائري الشجاع سيلجأ إلى استخدام ورقة اللغة الفرنسية في المستقبل للجزائر الحق في إزالة التراث الفرنسي لأن هذا التراث هو الوعاء لكل الآلام التي عانى منها الجزائريون على يد فرنسا اللغة لا تستهينوا باللغة اللغة هي ضمير الثقافة وطالما بقيت فرنسا متعجرفة وترفض الاعتذار الصريح والتعويض العادل عن الأضرار والتضحيات الجسيمة التي تكبدها الشعب الجزائري فإنه من حق الجزائر اجتثاث الثقافة الفرنسية في الواقع ليس كثيرا يعني على الجزائر أن تقوم فرنسا لأجلها بإقامة ذكرى سنوية للاعتذار السنوي لماذا لا؟ وكذلك مع ضمان حسن السير والسلوك مش كل مرة تطلع فرنسا بإساءة من دون الجزائر لما استقلت فرنسا من قبضة النازيين ومن دون الجزائر لما كانت بهذا الثراء الذي هو نتاج فائض النهب التاريخي وحدث ولا حرج عن الجرائم التي ارتكبت بالجزائر يجب وضع الغطرس الفرنسية على المحك وسنرى كيف ستقل فرنسا عندما تضع الجزائر ثقلها لتجريدها من كل المزايا الفرنكفونية الملطخة بالعاري وذكريات الاستعمار والاستبداد يجب تدمير غطرسة فرنسا والجزائر قادرة على ذلك وسلوك الجزائر سيكون مصدر إلهام للمستعمرات القديمة التي ذاقت بلاء الفرنسيين بعد قليل سأتحدث أيضا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولكن دعوني أشرح لكم أسباب اهتمامي بالجزائر بصراحة اهتمامي بالجزائر أولا أنا أحب الجزائر هذا عامل وجداني ولكن السبب الموضوعي هو أن اهتمامي نابع من قناعة راسخة بأن الجزائر كما يقولون يعني اهتمامي بالجزائر ينبع من قناعة راسخة بأنها تقدم نموذجا وطنيا وقياديا على وشك الإنقراض في المنطقة يعني كما نرى هي من البلدان القليلة التي تحمل جمر المبادئ الملتهبة وقد اختارت الجزائر ذلك اختارت ذلك بمحض إرادتها وهي تعلم التحديات والأخطار التي تنتظرها فما أسهل التنازل في هذه الأيام التنازل في الواقع مجزي للغاية يعني بفضل المستسلمين مثلا أصبحت إسرائيل أكثر وقاحة وتوفر لديها فائض القوة والوقت لكي تحيك المؤامرات ضد الجزائر ما كنا نتوقع ذلك دول كنا نحترمها تتآمر مع إسرائيل يعني والجزائر الآن إسرائيل مستعينة بأزلامها وضعها بالمنطقة أصبحت تتآمر على الجزائر بفضل الإنهزاميين لم تعد إسرائيل منشغلة بالدفاع عن وجودها إسرائيل تواجه صراع وجودي طبعا سهل المطبعون لها السبل وأعفوها من ديون الصراع التاريخي الذي لطالما تقاسمت أعبائه العديد من الدول العربية على الأقل في الماضي على الأقل في الظاهر فليرحم الله أيام بوميديا وجمال عبد الناصر اليوم وحدها الجزائر تتحدى وتقف في وجه إسرائيل وزعانفها في المنطقة منذ فترة قصيرة وأثناء مشاركة بعض النواب الجزائرين في المؤتمر الأوروبي البرلماني بلدا تقريبا في أثناء رفض البرلمانيون الجزائريون جلوس وراء أعضاء الوفد الإسرائيلي وطبعا كلنا يعرف الموقف الجزائري البطولي الذي قاد الحملة ضد انضمام إسرائيل بصفة عضو مراقب الاتحاد الأفريقي وحدث ولا حرج عن الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية ولممثلية القضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بشكل عام يعني بالطبع فإن إسرائيل يعني ما كانت لتغفر ذلك لن يعني ستتعاون مع أذرعها في المنطقة ضد الجزائر ولهذا السبب يجب أن نقف متحدين مع الجزائر وندعمها كشعوب بكل قوتنا شعوب طبعا لا تملك القوة ولكن هذا الدعم المعنى يضروري للغاية ماذا تفتقر الجزائر؟ لا شيء لديها كل المكونات وعندما تتمتع الدولة بهذه المزايا والمكونات حتى لو لم تبحث عن الدور فالدور يبحث عنها تذكر هذا الكلام نحن نبحث عن الجزائر ونتمنى أن تخطو بثبات لملء الفراغ المرعب في المنطقة هناك فراغ قيادي مرعب الجزائر هي المرشحة الأول لملء هذا الفراغ بعض الدول عبارة عن صالات قمار أو كازينوهات والسيادة عندها ضربة حظ مرة يكون في سيادة ومرة ما يكون في سيادة ولقد حان الوقت لاختفاء دول الإكسسوارات والرمل والهشك بالشك عليهم أن يختفوا من المشهد حان الوقت لقطرة صغيرة أن تكف عن التدخل في الشأنين التونسي والليبي وحان الوقت للقزم بن زايد التوقف عن دس أنفه في ليبيا وتونس والسودان شي غريب الذي يحدث الآن قبل أن يهاجر طبعا سمعنا طبعا أن بن زايد سيهاجر إلى كوكب الزهر بناقته وخيمته يعني كما تنام إلى علمنا يجب أن يتوقف قبل أن يرحل من هذا الكوكب وحان الوقت أن تكف السعودية العميلة عن تصدير زبالتها حان الوقت لأن الجزائر شبت عن الطوق وأصبحت قادرة على إيقاف المتدخلين صدقوني إنها مسألة وقت الفرق بين الجزائر وغيرها أنها تناصر ولا تتآمر وتترفع عن إقحام نفسها في شؤون الآخرين يعني في أنفة في الجزائر هي تتلقى الدعوات الملحة المطالبة بتدخلها لأنها جديرة بالثقة وهذا ما لا تستطيع دول الإكسسوارات استيعابه هذه الدول حولت مواطنيها إلى ممياءات لأنها لا تفقه معنى الشراكة الوطنية حيث وضعت القيمة تحت سطوة الدراهم والريالات وهي معذورة لأنها خرجت من باطن التخلف تزامنا مع النفط الذي خرج من باطن الأرض لم يكن لها تاريخ لم تكن لها ثقافة ونكهة كانت تهيم على وجهها في الصحاري وتعيش بين السحالي فهي لذلك لا تملك أفقا أرحم القيمة أنواع وأغلاها القيمة المتأتية عن وعي وعرق ونضال الشعوب إنها تعامل القيمة الإنسانية كما تتعامل مع حليب المراعي ولا تستطيع أن تفهم أن القيمة كامنة في البشر هذه الدولات تشتري الأمومة تخيل تشتري الأمومة تشتري المحبة وتشتري الاحترام الخادمة وافدة والمعرفة وافدة ووزارة الدفاع وافدة وزارة الدفاع في السعودية مثلا يتم تجميعها كقطع الغيار من أنحاء العالم حتى الجنود يشترهم المواطن مؤجر تم شراءه ببضعة ريالات لأنه جزء من إكسسوارات العظمة العظمة الزائفة والدولة الهايفة لا أحد يدفع الضرائب ولكن لا أحد ينعم بالسيادة فالسيادة عند العم سام ويحصل الشيخ على فتاة السيادة كل مرة في المواسم يعني مرة يكون في سيادة ومرة لا يكون في سيادة ضربة حظ راعي وغنم وجدب ذهني ونفسي لا يوصف الجزائر ينهض شامخا متصلا بأسباب العراقة العراقة والتاريخ يعرق ويكافح يسافر ويغامر ولكنه في المحصلة يبني وطن إنه الوطن مواقفه نابع من القلب وحرارة الإيمان يكبو ولكنه ينهض هذه هي ذخيرة الأوطان هذا هو وجدانها والضامن لمستقبل الجزائر الشعب الجزائري لديه قصة عظيمة لديه كوكبة الشهداء والأبطال الذين خضبوا بدمائهم الطاهرة أرض الجزائر وصنعوا القيمة أو البراند الماركة الجزائرية قصة الأبطال ديدوش مراد وزيغود يوسف والعربي بن مهيدي ومصطفى بولعيد شهداء نوفمبر العظيم وأبطال الثورة الجزائرية التي بهرت الأعداء قبل الأصدقاء ماذا تساوي قطر والإمارات السعودية كيف يجوز أن تلعب دويلات ملعوب بها أصلا أدوارا في المنطقة هبا هبا الجزائر قادمة وعلى حرائر الخليج وربات الحجال ودول الرمل والزيت والإكسسوارات إفساح الطريق للعملاق الجزائري مع مجزائر قادمة وويل لمن يعترض سبيلها في عهد بوتفريقة شغل الرئيس الشجاع عبد المجيد تبون منصب رئيس الوزراء لمدة قلعا ثلاثة أشهر وتم عزله لأنه طالب بفصل السياسة عن المال وهذه استراتيجية حصيفة ووضع بذلك إصبعه على الجرح وبالطبع أثار ذلك حفيظة الطبقة الاقتصادية التي استغلت وقتئذ نفوذها السياسي لتحقيق الثراء وأنا اليوم متفائل لمستقبل التنمية الاقتصادية في الجزائر التي تمتع بموارد طبيعية هائلة بالإضافة إلى النفط والغاز يمكن للمساحات الشاسعة في الجزائر أن تساهم في نهضة زراعية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتصدير الفائض يعني كما تمتع الجزائر بوفرة المواد الخام اللازمة لإطلاق الصناعات الصغيرة وبالمثل في أن طول السواحل الجزائرية يوفر فرصة مثالية للصيد البحري بمعنى آخر أن الجزائر بلد حقيقي غني بالموارد البشرية والاقتصادية وكل ما تحتاجه هو قائد شجاع لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد ونحن نثق بالجزائر ونتظل عن تزداد قوة لكي تمارس الدور الذي يليق بها في المنطقة الليبيون يثقون بالجزائر ويحتاجون لدورها بعد أن مزقها القطريون والإماراتيون وتونس التي تتربص بها المخاطر الخارجية والثكالب عليها الثعابين الخليجية تحتاج للجزائر التي هي الضامن الوحيد لحماية الاستقرار بتونس ورسالة للخليجين احذروا من التدخل في تونس بالذات فإن الجيش الجزائري جاهز لحمايتها الدور الجزائري مطلوب بقوة في شمال وشرق إفريقيا فهو حق جغرافي وثقافي وكما قلت في إحدى حلقات الجزائر ليست جمهورية مونز فهي معتدة بنفسها وليست مهووسة بالتدخل في شؤون الدول كعادة دويلات الإكسسوارات الغارقة في الجهل والملطخة بالزيت تحتاج الدول طبعا إلى ربط الأحزمة وهذا ما يسمى بالأمن القومي هذه التسمية الأدبية مثلا ولكن إذا كان الشعب قويا والقائد قويا فيمكن أن تحدث استثناءات ويمكن الإبحار بجرأة والتغلب على الأمواج العاتية والدخول في السباقات الحاسمة لتأمين مقعد البطولة الجزائر على موعد مع التاريخ لأن شعبها قوي ورئيسها قوي هذه شروط موضوعية أنا لا أتحدث عن القيادة الملهمة وقادة الضرورة العرب ورجال المهمات المستحيلة كما في الأفلام وروايات الأطفال البوليسية لقد تجاوزنا هذه الأوهام القائد الحقيقي هو المجسد لقوة شعبه إنه القائد الذي يشغل وظيفة مندوب الجماهير ويتمتع بالرؤية والشجاعة لتحقيق الأحلام الوطنية التي تم تأجيلها لعقود شخصيا أفضل الزعيم القوي النزيه على القائد الديمقراطي الضعيف ورئيس الجزائر الحصن الحظ قوي ومنتخب وهذه خاصية نادرة في اللحظات الحاسمة عندما يكون مستقبل الأمة على المحك ابحث عن القوة والنزاهة تذكر هذا الديمقراطية التي هي ضرورية لا تخلق النزاهة بل القيادة النزيهة هي التي تخلق المؤسسات الديمقراطية والأوطان القوية الديمقراطية ليست نبطة شيطانية تنمو في فراغ وكما رأينا في المثال التونسي أفرغ البرلمان الإخوان المنتخبة الديمقراطية من محتوى وبالتالي فإن العملية الديمقراطية الإجرائية الشكلية لا تعوض عن النتائج المرجوة إذا لم تكن ممهورة بالنزاهة تتضل بسيادة القانون والعدالة والمساواة والإزدهار الاقتصادي آليات معقدة أهمها الشفافية والنزاهة والقيادة الوطنية القوية النزيهة وكما قلت الديمقراطية ليست النتيجة بل هي الوسيلة من بين وسائل أخرى أكثر أهمية لا سيمة في مراحل التحول الكبرى مثل تلك التي تواجه الجزائر الرئيس الجزائر يتمتع بصفات قيادية فريدة تؤهله لخوض معركة التغيير الكبرى يعني عبد المجيد تبون ينتمي إلى الجيل الثاني من ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وتخرج من المدرسة الوطنية الإدارة وتخصص في الاقتصاد والتمويل مما يعني أنه يتمتع بخلفيات اقتصادية وعسكرية وسياسية كافية ولقد عزز تجربته من خلال شغل العديد من المناصب الهامة في الدولة ما لفت انتباهي هو أسلوبه في القيادة منذ البداية صراحة هذا الرجل صادق وما لا يلف ولا يدور بصراحة ليس كآخرين بعض الملوك الرسال الذين يمدون لك يد السلام ويطعنونك من الخلف هذا الرجل واضح لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد ولا يخشى من الجبهات المفتوحة هناك نوعان في تقديري من القيادة النوع الأول يتمثل في القيادة الخاضعة التي تعمل ضمن القيودة القديمة وتحاول التكيف معها والنوع الثاني من القادة هو الذي يرفض الخضوع ويعمل جاهدا لتفعيل القدرات الوطنية لاختراق جدار العوائق السميك ونبذ الاستسلام القدري هذا النوع من القادة يرفض الروح الانهزامية التي تجعل الأوطان رهينة للصورة النمطية يعني الأكثر رجعية للستيريو تايب وتجعلها أسيرة لهذا الماضي إنها القيادة التي تؤمن بأن الأقدار يصنعها الرجال والنساء الذين لا يهابون المخاطرة في سبيل استنهاد الطاقات والهمم الوطني الكامنة أولئك الذين يعتقدون أن من يكتب وصفة العلاج الناجع هما القادة الذين يتحلون بالجرأة وبعد النظر لا شيء مستحيل تحت الشمس ونعم يمكن للجزائر أن تتفوق حتى على فرنسا ويمكنها أن تصوغ تاريخا جديدا ينتمي الرئيس الجزائري إلى النوع الثاني من القادة فهو يرفض العقلية الانهزامية التي تعيق القدرات الهائلة المتاحة للجزائر خلال فترة وجيزة نسف الرئيس الجزائري أو هذه الأدلة نسف الرئيس الجزائري كل الموانع وأطلق العنان للخارجية الجزائرية لترسيخ أسس الدور الجزائري هذا أصبح معروفا وملحوظ لم يتردد في مواجهة خصومه دفعة واحدة أنتم تعرفون الجبهات المفتوحة جبهات المواجهة الكثيرة لم تردعه ولعل أهم ركائز سياسته الخارجية هو تقزيم فرنسا ووضع فرنسا في مكانها الصحيح كدولة سلبت دماء الجزائريين ومواردهم ورفضت تقديم اعتذار حتى اعتذار خجول هب هب الجزائر قادمة لتشغل مقعد القيادة الشاغر فيا أيتها الأقزام العميلة اغربي عن وجهي وافسح الطريق للجزائر هب هب الجزائر شكرا لكم على المشاهدة